تنتج الجزائر حالياً قرابة 70% من احتياجاتها الغدائية ما يستدعي جهوداً أكبر لتحقيق الأمن الغدائي ولبلغ هذا الهدف ترهن السلطات العمومية على المستثمرات الفلاحية الكبيرة بالجنوب نحن نعرف في الجزائر أن المعدل المستثمرات الفلاحية لا يتعدى 10 هكتارات لكن اليوم مع السياسة الجديدة رأنا نمشي إلى مستثمرات كبيرة تألف ألفين حتى عشر ألاف عنا حتى مستثمرات وصلت إلى 25 ألف هكتار هذا مستثمرات واحدة دير 25 هكتار في إطار مثلاً شراكة بين شركة جزائرية وشركة أمريكية مثلاً في أدرار ومرافقة لهذه الاستثمارات المكثفة وتجاوزاً لمشكل تزويد هذه المنشآت الفلاحية بالطاقة الكهربائية استثمر بعض الخواص في مجال تركيب محطات للطاقات المتجددة لا يخفكم بأن الصحة الجزائرية تمتاز بأمواء المياه الجوفية مهمة جداً ويصعب استخراجها لتنمية الميدان الفلاحي إلا أن الطاقات المتجددة لاقت استحسان من جانب الفلاحين في استخراج المياه من العبار وتنمية القطاع الفلاحي ويبقى تحقيق الأمن الغدائي أولوية قصوى لتقليص فطورة استيراد المواد الغدائية والتخلص من التبعية للأسواق العالمية المتقلبة في مجال المواد الغدائية ترجمة نانسي قنقر